السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أعزائي؟ درسنا لهذا اليوم سيكون الجزء الثاني من الجمع العشرات باستعمال النماتج سنتعلم من خلاله كيفية حل مسائل لفظية تتضمن جمع مضاعفين من مضاعفات العشر لنأخذ هذه المسألة السوية نقرأها معا لدى كل من أمينة ونورة خمس علب أقلام يوجد في كل علبة عشرة أقلام ما العدد الكلي للأقلام التي لدى أمينة ونورة معا؟ أعزائي أريد منكم الآن أن تحضروا قلم ودفتر لكي ترسموا المعطيات معي هذه نورة وهذه أمينة لدى نورة كم علبة؟ رائع أحسنتم لديها علبة علبتان ثلاثة علب أربعة علب خمسة علب ولدى أمينة أيضاً لنرى علبة علبتان ثلاثة علب أربعة علب خمسة علب سؤال الآن في كل علبة كم قلم يوجد داخلها؟ فكر قليلاً رائع أحسنتم في كل علبة يوجد عشرة أقلام سؤالي هو برأيكم هل يمكنني استبدال هذه العلبة بنماذج العشرة؟ رائع ممتاز يمكنني استبدال كل علبة موجودة بنماذج من نماذج العشرات لأن هذه العشرة تحتوي على عشرة مكعبات هيا معاً لكي نستبدلها عدوا معي ها؟ هذه عشرة هذه اثنان من العشرات ثلاثة عشرات ممتاز أربعة عشرات وخمسة عشرات هيا بنا لكي نستبدل ما ندى أمينا واحد عشرة اثنان من العشرات ممتاز ثلاثة عشرات أربعة عشرات وخمسة عشرات بما أننا وجدنا المعطيات هيا بنا لكي نحدد السؤال معاً ما المطلوب من المسألة؟ ممتاز أحسنتم المطلوب هو العدد الكلي للأقلام التي لدى أمينا ونورة معاً ولكي أجد العدد الكلي ماذا سأفعل؟ أي عملية سأستخدم؟ رائع أحسنتم سأستخدم عملية الجامل هيا بنا ساعدوني لكي أجد ناتج هذه العملية لدى نورة عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ممتاز اكتب معي خمسون ولدى أمينا أيضاً عشرة عشرون ثلاثون أربعون وخمسون بارك الله فيكم الآن يا أبطال سنقرأ هذه الجملة السوية خمسون زائد خمسون تساوي كم؟ فكروا فكروا قليلاً أحسنتم خمسون زائد خمسون تساوي مئة إذن العدد الكل للأقلام يساوي مئة قلم هيا لنتأكد من حلنا بعد هذه العشرات عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون سأكمل ستون سبعون ثمانون تسعون ومئة بارك الله بأفطالي الآن أعزائي الطلاب عليكم فتح الكتاب والبدأ بحل هذه المسألة صفحة مئة وست وتسعون رقم ثلاثة عشر سأقرأ المسألة اسمع جيداً اشترى غانم ست زجاجات عصير واشترى عيسى اثنان من زجاجات العصير كل زجاجة عصير تكفي عشرة أشخاص ما عدد الأشخاص الذين يكفيهم العصير الذي اشتراه كل من غانم وعيسى هيا معا لكي نرسم هذه المعطيات سويا غانم لديه كام؟ لديه ستة زجاجات سأرسم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة رائع واشترى عيسى اثنان من الزجاجات ارسم معي واحد واثنان كل زجاجة عصير تكفي لعشرة أشخاص ماذا يمكنني أن أفعل؟ ممتاز رائع يمكنني أن أستبدل كل زجاجة عصير هنا بنماذج العشرات هيا معا لكي نستبدلها سويا واحد واحد من العشرات اثنان من العشرات ثلاثة عشرات أربعة عشرات خمسة عشرات ستة عشرات ممتاز والآن لنستبدل زجاجات العصير التي كانت لدى عيسى واحد من العشرات واثنان من العشرات ممتاز الآن أنا متأكدة عزيز الطالب بأنك ستستطيع حل هذه المسألة بمفردك وكتابة الجملة العددية يمكنك الآن إقاف الفيديو لكي تتمكن من حل هذه المسألة ومن ثم تتأكد من الحلك إذا كان صحيح والآن عزيز الطلاب تأكد معي من الحل السؤال كان ما عدد الأشخاص الذين يكفيهم العصير الذي اشتراه كل من غانم وعيسى وأنا متأكدة بأنكم حليتم جميعا هذه المسألة بطريقة صحيحة هيا بنا لتأكد ستة زجاجات تكفي لعشرة أشخاص تعني ستون زائد اثنان من الزجاجات التي تكفي أيضا لعشرة أشخاص تساوي عشرون سأقرأ المسألة ستون زائد عشرون تساوي ممتاز أحسنتم تساوي ثمانون إذن الإجابة هي ثمانون شخص إذا كنت قد حليت هذه المسألة بطريقة صحيحة كن بتقييم نفسك بوضع وجه مبتسم والآن عزيز الطالب عليك فتح الكتاب والبدء بحل التدريبات التالية صفحة مئة وثمانة وتسعون رقم ثلاثة ورقم أربعة شكرا أعزائي الطلاب على المتابعة وإلى اللقاء في الدرس القادم أعزائي الطلاب لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم تواصلوا مع معلم الصف عبر تطبيق تينز ترجمة نانسي قنقر